اشتركوا في القناة بلا عشاش وسوف نشاهد ذكر متزاوج مع انثتين في عش واحد وزوج من طيور الزيبر ابو شوشة وطيور لم تبلغ بالعمر بعد وعندما نشاهد ان هناك عشاش ينام بها عدد كبير من الطيور مثلا خمسة او ستة او سبعة فاعلم جيدا او اعلم بنفسك انها طيور لم تبدأ التزاوج او انها طيور لم تبلغ بالعمر بعد ما شاء الله تبارك الله اللهم زد وبارك لنا ولكم والله يرزقنا وإياكم ويبارك لكم في طيوركم وعندما تيهز نفسها للتزاوج سوف يأخذ كل ذكر انثى ويذهب للبحث عن مكان مناسب ليصنع به العش الخاص به ومثل ما تشاهدون ان مواد التعشيش التي تصنع منها الطيور وخاصة طيور الزبرة هذه هي من عسف النخيل والقليل من القطن طبعا القطن تأخذه الطيور وتضعه داخل العش لتنعم به العش من الداخل وللتنويه فقط وعندما تضع الطيور البيضة الأولى قم بإزالة مواد التعشيش الغير لازمة حتى لا تدفن الطيور بيضها اللهم صلي على سيدنا محمد ما شاء الله تبارك الله اللهم زد وبارك لنا ولكم والله يرزقنا وإياكم ويبارك لكم في طيوركم اللهم صلي على سيدنا محمد اللهم زدFlpe اللهم زدنا محمد اللهم زد supernatural اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على الجميع وبارك الله فيكم وجزاكم الله عني خير الجزاء ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو تأكيدا لدعمكم للا لرفع المزيد ولا تنسوا اخواني الكرام الاشتراك بالقناة مع تفعيل جرس اشعارات القناة حتى يصل اليكم جديدنا ولا تنسوا الاعجاب بصفحتنا على الفيسبوك وجميع الروابط الخاصة بالتواصل معنا بالوصف اسفل الفيديو ولمن لديه اي سؤال او استفسار يمكنه وضعه في التعليقات اسفل الفيديو وسوف يتم الرد عليكم في اسرع وقت ممكن ان شاء الله ولا تنسونا من صالح دعائكم دمتم في حفظ الله تعالى ورعايته وشكرا لكم لحسن متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته